عندي حادثة مؤلمة صارت بالمحطة أثناء عملنا سمعنا طبع عالية واشتغل ركض بالموقع جوني والدني يتراجفون لحقلنا الدكت وقع على فلان وفلان دكت مهول هذا اللي قلت لك بدلناه السبب خطأ من المشرف الروسي مصعد اثنين يشتغلون على دكت عالي ويجرون عملية قطأ لغرض إزالته الدكت ارتفاع حوالي ستة متار مقدر كيف رح يصرف هذا الدكت إذا نقص كان يفترض بي ولو أجهلهم جاي يخليهم على الجزء الثابت من الدكت وخلاهم على الجزء المتحرك فاللي صار أنه من دي قطعون كملوا القطأ افتر بيهم الجزء المتحرك وصاروا تحت الحديد وتوفوا بلحظة يعني أنت بالعمل تشوف كل شيء بس الموضوع كان مؤلم يعني أنت من تجي تشوفها من النطأ أمر على القطاع قالوا فلان جيبوا لفلان الروسي يرجف ويفجي الكبابة ليش تسويت ما عنده جواب يبدو قلة خبرة يبدو قلة خبرة وأجهلهم هذول الناس طبعا أيضا نهاية حتيها حتى نبين للناس كيف كانوا طيبة أهلنا قبل فصلنا بالشرطة تعالوا أجروا تحقيق ومنهم المسبب بالشكوة المسبب بالعمل المسبب بالعمل فلان اللي تابع للشركة الروسية صوجت باللحظة الشركة الروسية كملنا الإجراءات وكملنا دفن وكل شيء ومشيت الدعوة أصولية إلى قاضي التحقيق هذا الإجراء اللي سوينا طبعا احنا وقفنا وقمنا بالفاتحة كلها مالتهم مالت الثنين منصور وغسان الله يرحمهم هذا الإجراء اللي سويناه مالت الدعوة جبنا بحق لعائلتي المتوفين حصلت لهم تعويض من الشركة الروسية في ذاك الوقت رقم يعيشهم عشرين سنة لي قدام جبارة الروس أنه يدفعون دية الجبار جبارتهم للحكومة العراقية أجبارتهم لا أسفة كيد القانون العراقي بس يعني مو شخصيا طبعا لا بس الإجراءات اللي سويناها لحماية حقوقهم ولا يتروا يعني لاحقا القضاء العراقي أجبر الروس على أنه يدفعون تعويض لعوائلهم اللي ضروا هذا السبب رزق ورب أسرة راح هاي كانت من الحوادث اللي يعني الأليمة اللي أذكرها اللي مرت علينا العمل بالناصرية انتهى شهر شكرا كان مقرر إلى سقف زمني كان مقرر إلى سنتين وص أو ثلاثة وأنجز ضمن الفترة الزمنية مو قبلها يعني لا أنجز ضمن الفترة الزمنية أنجز في يعني إذا أنا حسب ما ما أذكر أظن شهر عشرة 2001 وإحنا كنا نبلشين في حقيقة يعني الترتيبات بدت نهايتها شهر خمسة 2001 يعني إحنا قلنا بشهر خمسة نوقف ستة سبعة ثمانية إحنا ما عدنا شغل شغل واقف فبالنسبة إلي كوادري موقع شهر خمسة 2001 وبقد أندي كوادر بسيطة تعمل معهم لحين ما تم التسليم النهائي